اشتركوا في القناة الملفات والصور باستخدام برامج مخصصة لذلك لكن الجميل ان نظام الاندرويد قد لا يحتاج الى تلك البرامج فهو فعليا مجهز بالكامل ولا يحتاج الى هذه البرامج من اجل القيام بهذا العمل اذا كيف تقوم باخفاء مجلدات الصور والفيديو والتطبيقات من الجوال تابع معنا هذا الشرح البسيط في البداية اخواني نتوجه الى الملفات الموجودة على الجوال والتي نرغب باخفائها ندخل هنا الى مجلد ملفات وندخل الى كل الملفات وتذهب الى المجلد او الملف الذي ترغب في اخفائه سوف ادخل هنا الى التطبيقات وسوف اقوم مثلا باخفاء برنامج نيو جوجل كاميرا اقوم هنا بالضغط على هذا البرنامج ضغطه مطوله حتى تظهر لنا هذه القائمة الآن نضغط على خيار تغيير الاسم فتنبط لدينا هنا شاشة تغيير الاسم للملف نقوم الآن في وضع المؤشر في بداية الملف وفقط هنا اخواني نقوم باضافة نقطة قبل اسم الملف ونضغط هنا على خيار موافق لاحظ هنا تم اخفاء الملف من الجوال طبعا هذا اخواني بالنسبة لعملية اخفاء اي ملف فقط تقوم بتغيير الاسم واذا اردت اخفاء مجلد في الكامل نفس الخطوة نقوم بتغيير الاسم بالضغط على المجلد ضغطة مطولة ونختار تغيير الاسم ونقوم باضافة نقطة قبل الاسم الملف نأتي الآن اخواني الى كيفية اظهار الملفات التي قمنا باخفائها نضغط اسفل الجهاز على زر الخيارات الموجود على اليسار ونختار من هنا خيار الضبط ومن هنا اخواني نضغط على خيار اظهار الملفات المخفية والآن نعود الى المجلد وسوف تلاحظ ظهور اسم الملف الذي قمنا باخفائه وبهذه الطريقة بامكانك اخفاء ملفات الفيديو والصور والمجلدات التي ترغب بان لا يشاهدها احد على جوال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة